اختتمات فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي نظمتها وزارة الداخلية بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطارية على مدار سلاثة أيام استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية منافسات البطولة الدولية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولي للفروسية وبمشاركة 175 فارسا وفارسة من دول عربية وأجنبية إلى جانب مصر شهدت ملاعب الوادي تنافسا كبيرا بين الفرسان من مختلف الأعمار على اجتياز الموانع متدرجة الارتفاع حسب الفئة العمرية خاصة مع إعداد وتجهيز الملاعب وفقا لمعايير دولية تزهم في إظهار قدرات الخيول في الرقد والقفز زهلنا بالترتيب والنشاط يلي نحط لنجاح هذه الدورة وندل على شيء بدل إنه في رؤية عند القيمين على الرياضة وعند الاتحاد المصري للفروسية تيودوا الفروسية المصرية حيث لازم أن تكون البطولة أكثر من التوقعات أنا جاي وأنا متأكد أنه حيكون في بطولة في مصر راقية بمستوى رقي مصر في الفروسية وهي رائدة الدول العربية في الفروسية ووجدت أن الواقع أجمل مما كنت متوقع هذا المكان يحظى بأكبر البطولات العالمية إن شاء الله الفرسان من مختلف الدول عبروا عن سعادة الفرسان من مختلف الدول عبروا عن سعادة بالمشاركة في هذه البطولة في ضوء ما يملقه وادي الفروسية من إمكانيات فنية وإنشائية ولوجستية كبيرة فضلا عن موقعه المتميز على بحيرة عين الحياة بالفستاط الذي وفر أجواء مثالية للمنافسة معسل ملاب أعطاء محارف لك فهو أولي عام هذه الفرام في الحقيقة أظن أنه ممتع رائدة المنصر مع الناس منحوال يشكون جيدة أريد أن أدعي هذه التحقية للإزرارة العربية في وضع هذا المهم جنب دائماً أن يكون هناك فلو طويلة كمفت لذلك في الأوضع المستوى بالطوية أريد أن أرى مرحباً جداً وأنا لا أستطيع أن أعود من أكثر من عشر سنين ما حصلش بطولة دولية بالتجهيزات الموجودة في البطولة دي ومنتقى الصراحة ما نختلفش أي حاجة عن أوروبا وعن الدول الخليج كلها موسيقى تضمنت فعليات البطولة الدولية لقفض الموانع توزيع الميداليات والهدايا التذكارية على الفائزين بالمراكز الأولى مع تأكيدات بالرغبة في العودة للمشاركة في بطولات أخرى تقام على ملاعب وادي الفروسية هذه مثلاً من ثلاث سنين لحد اللي أتسيق باجي هنا وفي الثلاث سنين دول بصراحة بصراحة في تطور كبير قوي 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 حصل من بداية من الأرض من الرمل في الأرض لحد ما كل حاجة والتنظيمات والمحلات على الأكل وكل حاجة حما كان بقى على مستوى عالي جداً وحصل فيه تغييرات كبيرة جداً 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 وبقت حاجة مشرفة قوية جداً أنه يقدر يستعب البطولة دي عمل حاجة مشرفة جداً حقيقة وادي الفروسية قلعة رياضية متطورة ومجهزة لاستضافة بطولات الفروسية المحلية والدولية وتعبر عن الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الرياضة وتطور الكبير الذي تشهده والمتمثل في النجاحات التي حققتها في استضافة فعاليات دولية ومحلية في رياضة الفروسية أريد أن شكراً جميعاً على هذه المستوى جميلة وأنا سأعود لك شكراً مستوى وشكراً مستوى شكراً جميعاً نجاح كبير سجله وادي الفروسية في استضافته البطولة الدولية لقفض الموانع ليتأكد معه على استعداده الدائم لاصضافة كافة البطولات المحلية والدولية بما يملكه من إمكانيات كبيرة في مرافقه وتجهيزاته وترتيباته التنظيمية المختلفة إضافة إلى إطلالته الساحرة على بحيرة عين الحياة بالفستاط عبدالبركات التلفزيون المصري